يعني بيجي ناكل كحكو بسكوت ناكل بكميات كبيرة نحط الطبقة كبيرة هي يعني بناخد واحدة اتنين ويعني عشان بنكسر قاعدة الصيام وبناخد ما بناخدش ولكن ما بنصرفش عشان الزيادة في الطاقة اللي بناخدها او اللي في كمية الدهون اللي فيها زيادة اشوية عن اللازم او في بعض الامراض الخاصة هنتكلم فيها في هذا الشأن يمكن لما هتكلم على بقى الاكل العادي غري كحكو البسكوت بناجد دايما من العادات في عيد الفطر ان الناس بتبدأ تكسر القاعدة بالدخول الى الاسماك بعيدة عن اللحوم وممتجات اللحوم في الاكل فيما بعد العيد زي مثلا الاكل الرنجة وبعض الحكاية الاسماك المملحة وهكذا يقول لك يكسر الصيام شوية او يكسر القاعدة العامة في هذا الشأن ما بننعش برضو الاكل ده ولكن هنيجي انك بعض الحالات الخاصة بنقول له حاسب شوية من اكل الحكاية اللي فيها املاح او فيها ملح كتير كده بمعنى مريض الكبد اللي هو عنده استسقى بنقول له حاسب من اكل الملح بكميات لان جرام الملح اللي بتاخده لهذا المريض اللي هو عنده استعداد لتكوين المياه في بطنه او الاستسقى بيخزن ما يعادل مئتين سنت مية يعني حال كباية مية قد الكباية العبدالله دي في البطن بيجعنده استعداد لهذا الشأن فبنقول له حاسب ده بنقول له حاسب ما تاكلش الحكاية اللي فيها الملح زيادة عن اللازم اشتركوا في القناة